مدير عام الصحة في قطاع غزة أعلن عن خروج مستشفى كمال عدوان آخر مستشفى حكومي في شمالي القطاع عن الخدمة تماماً الأسبوع الماضي وحسب وزارة الصحة في غزة فإنه مع توقف هذه المستشفى فإن 400 ألف فلسطيني شمالي القطاع قد أصبحوا بلا مستشفيات أو مراكز صحية فريق بي بي سي لتقصي الحقائق رصد ما حدث لمستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي حيث تحول من ملجأ للآلاف من الفلسطينيين الذين قصفت منازلهم شمالي القطاع ومئة الجرحى والمصابين إلى مبنى محاصر فيه أكثر من 70 جريحاً في حالة خطرة ويعانون من عدم وجود كهرباء أو وقود وليس لديهم ماء أو غداء التصريحات الرسمية تشير إلى أن المستشفى الذي يقع في بيت لهيا شمالي القطاع تعرض إلى قصف على بوابته الشمالية يوم الأحد الثالث من ديسمبر كانون الأول مما أصفر عن وقوع إصابات وعدد من القتلة وهذا ما ظهر في هذه المقاطع المصورة التي تحققنا من صحتها القصف استمر على المستشفى يوم الاثنين الرابع من ديسمبر كانون الأول حيث أظهر مقطع فيديو تحققنا من صحته عدداً من الجثامين المكفنة في محيط مبنى المستشفى تم تصويره في اليوم التالي للقصف تطابق تخطيط المباني والأشجار والطرق فيه مع صور الأقمار الصناعية لهذا الموقع وبالبحث أيضاً يمكن القول إن هذا الفيديو ليس قديماً أو يعود لإحداث أخرى كما أن حالة التقص كانت متصقة مع حالته في الخامس من الشهر الجاري وتشير التقارير إلى أن معظم اللاجئين والجرح الذين كانوا داخل المستشفى خرجوا وتوجهوا إلى مخيم جباليا الثلاثاء الخامس من ديسمبر الجاري بحسب شهادات عدد من الصحفيين الذين كانوا داخل المستشفى والطر إلى الخروج منه وزارة الصحة الفلسطينية قالت أنه تم نقل 73 جثماناً و123 مصاباً إلى مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح بوسط القطاع وكان مدير عام الصحة في غزة قد صرح الأسبوع الماضي أنه تم حفر مقبرة جماعية في سوق جباليا لدفن أكثر من مئة شخص تحللت جثمينهم بسبب استمرار الحصار على مستشفى كما العدوان تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي للتعليق ولكن لم يصلنا أي رد منهم حتى وقت البث الاتصالات انقطعت تماماً عن المستشفى ومخيطه منذ يوم الخاميس الماضي ولكن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت على حسابها على تيليجرام بأن المستشفى لا يزال تحت الحصار حتى الآن وأن مريضتين قتل بسبب قناصين أطلقوا النار على غرف المرضى داخل المستشفى جميع الصور والمقاطع المصورة والأنباء التي تحققنا منها تشير إلى وضع طبي مأساوي شمالي القطاع حيث يواجه الأفراد فقدان الرعاية الصحية الضرورية في ظروف حرب ضارية